وللمزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي ريمة أبو حمدية ريمة أهلا بك ماذا تأمل واشنطن من هذه الزيارة لوزير خارجيتها في وقت نتصعد فيه الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن تقديم مساعدات لإسرائيل يعني بداية واشنطن تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بمجابه يتم إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة حتى وإن جاء ذلك بهدنة تفرض على الطرفين بحيث تكون لمدة أطول مما رأيناه في السابق البعض يتحدث عن أربعة أسابيع البعض الآخر يتحدث عن ستة أسابيع بل تذهب بعض المواقع وتذهب بعض المسؤولين للحديث عن هدنة تصل إلى أربع أشهر يتم من خلالها أو خلالها إطلاق صراح الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة وفي المقابل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هذا على الأقل ما تقوله واشنطن في العلن وهذا ما تأمل من تحقيقه من خلال هذه الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة والتي أيضا يزور خلالها عدد من عواصم الدول في المنطقة للحديث حول هذه القضايا يحاول وزير الخارجية الاستخدام النفوذ الأمريكي للضغط من أجل تحقيق هدنة في نهاية المطاف تصدي إلى إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى قطاع غزة ولكن أيضا يحمل في جعبته شيء آخر وهو على الأقل ما تأمل أن يتحقق واشنطن حتى وإن لم يأتي ذلك إلى العلن قد يكون هناك حديث حول اتفاق تطبيع ما بين السعودية وإسرائيل بموجبه بعد ذلك توافق إسرائيل على هدنة طويلة الأمد وإطلاق وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة والحديث عن مفاوضات عن نقاشات تفضي في نهاية المطاف لتحقيق دولة فلسطينية نوع هذه الدولة لم تحدده واشنطن وتحدثت في السابق عن أشكال مختلفة للدول ولكن مرة أخرى واشنطن تتحدث عن أن ما تسعى إليه هو تحقيق للتهديئة تحاول واشنطن الآن إيقاف أو احتواء الأزمة داخل قطاع غزة وأيضا عدم تدهور المنطقة وعدم انحضار المنطقة إلى أزمة طويلة الأمد وإلى صراعات ومواجهات مفتوحة مع الحوثيين مع الميليشيات التي تدعمها إيران كما تقول واشنطن التوصل إلى اتفاق وهدنة داخل قطاع غزة قد يؤدي إلى تهدئة الجبهات الأخرى كما تود واشنطن مرة أخرى في المقابل قد يكون الثمن لذلك كما تريد واشنطن وإن لم تتحدث عن ذلك بالعلن هو تطبيع سعودي إسرائيلي ولا ربما هذا يفسر أن اللقاء الأول المحطة الأولى لوزير الخارجية في هذه الجولة التي تشمل خمسة دول هي السعودية وهناك التقى مع ولي العهد السعودي وبحث الطرفين كما قالت الخارجية الأمريكية في بيان الوضع في غزة الأمن الإقليمي إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة المحاصرة وما إلى ذلك من النقاشات التي تم بحثها بين الرئيس أو وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي ولكن بطبيعة الحال ربما ما لم يأتي في هذا البيان من الخارجية الأمريكية وهو الأهم وهو الحديث عن التطبيع السعودي الإسرائيلي الذي يتم الحديث عنه بشكل كبير في الولايات المتحدة في أروقة واشنطن هذا هو ربما واحد من المواضيع التي يتم الحديث عنها في هذا الوقت البيت الأبيض قبل قليل قال إن إدارة بايدن تعارض بشدة مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل ويبدو أنه مقدم من الجمهورين وهددت كذلك إدارة بايدن باستخدام حق النقض ضد هذا القانون في الوقت الذي أيضا ترغى فيه بتمرير مشروع آخر يتعلق بدعم إسرائيل وأوكرانيا والحدود حول ماذا هذه الخلافات الحزبية داخل الكونغرس بشأن دعم إسرائيل لربما الخلاف ليس بشأن دعم إسرائيل هناك اتفاق حزبي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين هناك أيضا اتفاق ما بين المشرعين الأمريكيين من الحزبين والإدارة الأمريكية هناك اتفاق داخل الولايات المتحدة عن أن الدعم لإسرائيل يجب أن لا يتوقف الخلاف هو كيفية تقديم هذه المعونات وهذا الدعم المتواصل لإسرائيل المجلس الشيوخ الأمريكي يبحث في مشروع قرار تم التوافق عليه كما كشف البيت الأبيض أمس بين الحزبين ليس فقط لدعم إسرائيل ولكن ضمن حزمة أكبر لدعم إسرائيل وأوكرانيا وقضايا أخرى جاءت في هذا المشروع مشروع التكميلي كما يسمى داخل الولايات المتحدة ولكن ما يريد الجمهوريون داخل مجلس النواب تحقيقه هو إرسال هذا الدعم لإسرائيل قبل الحديث عن أي موضوع آخر خاصة وأن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يعارضون نسخة المساعدات أو نسخة الحزمة التي يتم الحديث عنها داخل مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث عن نسخة أوسع تتحدث عن مساعدات لأوكرانيا أمن الحدود مساعدات أخرى سيتم تقديمها بما في ذلك للمحتاجين داخل قطاع غزة بما في ذلك أيضا المساعدات لإسرائيل ولكن مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين يريد فقط الآن تمرير حزمة مساعدات لإسرائيل بأكثر من 17 مليار دولار والحديث لاحقا حول القضايا الأخرى مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب كما أعلن رئيس مجلس النواب قال إنه لن يتم التصويت عليه وأنه حتى إذا تم التصويت عليه فأنه لن يمرر داخل مجلس النواب الأمريكي أي أن الجمهوريين في مجلس النواب الذي يعارض أو يسيطر عليه الجمهوريون يرفضون مشروع القرار الذي تم التوافق عليه على الأقل حتى هذه اللحظة نظريا داخل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الرئيس الأمريكي يقول مثل هذه الحزمة التي فقط توجه لإسرائيل لن يوافق عليها وسيستخدم حق النقد الفيتو ضد هذا المشروع يقول دعم إسرائيل لا يجب أن يكون لعبة سياسية بيد المشرعين الأمريكيين ولكن هذه لعبة توازن قوى في نهاية المطاف من سينجح؟ الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب أي مشروع يمرر في مجلس النواب يجب أن يتم التوافق عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وأيضا يجب أن يحظى بموافقة الرئيس الأمريكي الذي يجب أن يوقع على أي مشروع قرار يتم تمريره في المجلسين من أجل أن يصبح قانون وبالتالي على الأقل كما يرى مراقبون واشنطن الآن في دائرة مفرغة الجمهوريون لا يريدون ما يسمونه إعطاء تنازلات للرئيس الأمريكي ما قد يساعده في حملته الانتخابية الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقولون أن الجمهوريين يستخدمون ذلك كسلاح لعدم تمرير مشاريع قوانين مهمة للأمريكيين بما في ذلك أمن الحدود وأيضا على صعيد السياسات الخارجية الأمريكية بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا والمساعدات لإسرائيل التي يريد الديمقراطيون والجمهوريون تقديمها ولكن يختلفون حول سبل تقديم هذه المساعدات نعم ريمة أبو حمدية من واشنطن شكرا جزيلا لك على كل هذا